بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين للتحاد الأوروبي أمس أصدر قرار بتطبيق بعض العقوبات ضد بعض المسؤولين الصينيين ردا على الانتهاكات الشديدة ضد المسلمين الإيقور طبعا كلكم تعرفون أن أخواننا المسلمين في الإيقور يقتلون يحبسون يهجرون إكراه على ترك الإسلام إكراه على ترك الصلاة إكراه وأجبار وقتل وتعذيب تعذيب شديد شديد من الحكومة الغاشمة في الصين ضد المسلمين في إيقور والعلمكم الصينيين أصلا يعني كشعب هذا شعب يكره العالم كله شعب عنده عنصرية وحقد والعلمكم والله لو بيدهم أنا أقول لكم والله لو بيدهم الصينيين يفترسون المسلمين كلهم ويفترسون كل العالم الإسلامي لفترسوا وكانوا ارتكبوا يعني جرائم لا تخطر على بالكم أخواني الأفاضل لأن هالشعوب هذه فعلا فيها حق الدفين وشديد على الإسلام والمسلمين والعلمكم هم عنصرين حتى ضد العالم كله حتى عنصرين ضد الأمريكان وضد الأوربيين وهم ما تشوفونه الآن من بعض يعني والله هذا التمثيل الصينيين يمثلون عليكم الاحترام يمثلون عليكم والله المحبة كلها بهدف المصالح التجارية لأن الصين معروفة أنها أصبحت تنين اقتصادي وغزاء العالم بالاقتصاد لكن فعلا السؤال الذي أنا كمسلم أسأله الحين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هذا اللي احنا نقول عنهم كفار ونقول عنهم لا دينيين ولا لهم علاقة بالأديان راحوا وطققوا بعض أقروا بعض العقوبات على بعض المسؤولين عشان مسلمين يقتلون ويعذبون طب مش من باب أولى احنا كمسلمين كدول إسلامية وحكومات مسلمة نفزع حق أهلنا في الإيقور مش هذا هو المفروف ولعلمكم أنا خلونا نتكلم صراحة لا تفكرون أن الاتحاد الأوروبي قلب حنين على أخواننا في الإيقور لا له حنين ولا شيء عملية تصفية حسابات ولكن هم يبون شماعة يبون شماعة يعلقون عليها بعض العقوبات ويعني يكون هناك ردة فعل هد الصينيين فما حصلوا إلا مشكلة الإيقور يغنون عليها وإلا يحصلوا للتحاد الأوروبي لاه سائل في مقتل بشر إذا هو قلب حنين على المسلمين آلاف مئات الألاف اللي ماتوا في سوريا مئات الألاف اللي في فلسطين مئات الألاف اللي يموتون في اليمن ومئات الألاف في أنحاء العالم المسلمين يعذبون ويقتلون وما أحد يتحرك لكن على الأقل نقول والله ها هذه حركة السؤال اللي المفروض نحن نسأله وين حكوماتنا نحن المسلمة طبعا لعلمكم كوهينو بن زايد يعني بدل ما يستنكر دعم تخيلوا دعم الصينيين في قتلهم وفي قتل أي حركة مقاومة في الإيقور شرايكم التحاد الأوروبي يفرض عقوبات وإحنا لا ندفع فلوس كوهينوه النجس الكافر يدفع فلوس لجل قتل أخواننا المسلمين في الإيقور بن جامين آل سعود الصينيين قاعدين يقتلون أهلك يقتلون المسلمين أخوانك يروح يزورهم ويحثهم على قتل المسلمين لا ويقر تعليم اللغة الصينية في المدارس ناعم اقتل يا حبيبي اقتل هذو الرهابيين المسلمين الرهابيين يا حبيبي هذو العهور رأسنا اقتلوهم في الإيقور اقتلوهم في ميان مار حسبي الله نعم الوكيل مفروض إحنا كلنا كمسلمين نتحد ونتكاتف في طرد السفراء الصينيين قطع العلاقات مع الصين منع البضائع الصينية ما راح ينموت احنا كنا عايشين قبل البضائع الصينية تلعلمكم بضائع الصينية ما سر لها إلا 25-30 سنة احنا قبل 25 سنة عندنا بضائع من جميع الحال العالم شمعنا الحين يعني ما نقدر نستغنى لا نقدر نستغنى عن البضائع الصينية وين مناشدات الحكومات القطع العلاقة مع الصينيين ومشاكل كفاية يا بولا ان الكورونا هالأنجاز هذول فوالله فعلا الخبر زعيني اخواني انا ادري انه مصالح وما مصالح وشكليات لكن في النهاية في حركة انه والله ايه هذول سووا مثلا فرضوا عقوبات على الصين انت شفرت انت شفرت السيسي الخصيسي احيان واحد بيطلع لي يقول لي ازان انت اشلحات دوبك من دوبك من الخصيسي وتتكلم عن بن جامين الاسعود لان هذول هم الدول العظمى ما تجيني تقول لي والله قطار وتقول لي البحرين ولا تقول لي الدول الصغيرة يا اخي الكبار اذا الكبار تحركه واحنا بنتحرك اذا الدول العظمى عندنا الدول المسلمة تحركت احنا بنتحرك انما انت تروح تقول لي والله قاطعوا المنتجات التركية وقاطعوا ومدري شال الكلام الفاضي وتركين اخوانكم بالملايين في الصين يقتلون ويعذبون وساكتين اخواننا بعشرات ومئات الالاف في ميان مار في بورما يقتلون ويعذبون وبنات مسلمات يختصونهم وساكتين ما اقول اللي حسبي الله نعم الوكيل يعني انا امس والله شفت الخبر في التلفزيون في نشرة الاخبار تضايقت صراحة تضايقت يعني ان نحن كمسلمين صاروا اعداء الاسلام يتكلمون ويدافعون عن المسلمين والله هزلت والله هزلت وانا اقول لكم مش بس ان نحن المسلمين ساكتين لا احنا نحفهم كوهينوه النجز يدفع فلوس يقتل المسلمين يقتلك الله ما اقبحك يا كافر والخسيسي يطلع يقول والله انتو عندكم المساجد في اوروبا تصدر الارهاب انغاموه بن زايد يطلع يقول عوكم في بطنكم انتو تقولوا الارهاب مم عند الارهاب عندكم عندكم المسلمين الارهابيين في اوروبا في قذارة في نجاسة في وقاحة في كفر اكثر من كذا ما اقول اللي حسبي الله نعم الوكيل اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين ويطلع لنا من هالأمة من فعلا يدافع عن دينه ويدافع عن المسلمين وهذا قريب والله قريب اخواني الافاضل لتيأس انت اخوي الفاضل بعض الناس يقول لك والله اوه وش قاعد يسير وليش احنا ضعاف ترى هذا اللي قاعد يحدث تمييز الله يميز يصفي قبل النصر والله اخواني الافاضل ركزوا على هذا الكلام قبل ما الله ينصر الامة يفصل المنافقين والكفرة اللي يدعون الاسلام يفصلهم عن المسلمين انا اقول لكم لو كوهنوا من عشر سنين مات كنا بنقول الله يرحمه الله يرحمه لكن الله فضحه الله فضحه الاشكال الانجاز اللي قاعد تطلع من علماء من علاميين من مشايخ من ممثلين من صحفيين من ناس يطلعون في اليوتيوب والله والله انفضحوا واطلعوا على حقيقتهم شنو حقيقتهم النفاق والكره لا تكونوا والله احنا في زمن ما فيه كذا ولا اذا ايام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان في منافقين وهم يشوفون الرسول ما بيكون في منافقين دجالين الآن قاتلهم الله ما انجزهم واقبحهم حسبي الله نعم الوكيل اللي المسلمين في ناس يدعون الاسلام يدعمون الصينيين في قتل الاخوان المسلمين واللي احنا نقول عنهم كفار الاتحاد الاوروبي بغض النظر انا اقول لكم هي مصلحة هي لا سالين في المسلمين ولا لا لكن على الاقل تحركوا ويبون يفزعون لالايقور واحنا ساكتين ولا حتى هامنا ان اخوان المسلمين يهجرون يقتلون بحريم مسلمات يتم اختصابهم يختصبون بنات مسلمات واحنا للأسف احتفالات وضحك وترفي وهاي لا تزعلون اذا الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله همقول خسف بين الارض ولا جاتنا مصيبة ولا تضايقون اذا عندنا كورونا اذا احنا والعياذ بالله في هذا الزمن ما عندنا هم الا انحارب الله وانحارب رسوله وانحارب الفضيلة وانحارب كل ما يمت بالاسلام حسبي الله نعم الوكيل اتمنى رسالة تكون وصلت